اكد رئيس المجلس ومناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي سعادة الدكتورة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة اكد على ان اعلان مملكة البحرين شكل حجر اساس لانطلاقة المركز الذي يصل او يحمل اليوم على عاتقه مهمة جليلة في اصولها وفي فروعها لجعل العالم اكثر رحابة وسلاما جاء ذلك في حفل تدشين منصة اعلان مملكة البحرين بحضور معالي رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح ومعالي وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن عالي آل خليفة ومستشار جلالة الملك للشؤون العلام نبيل بن يعقوب الحمر حيث قال سعادة الدكتورة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة بان الاعلان يحمل في مضامنه ارقى سمات الانسانية من وحي فكر وفلسفة ورؤى سيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مضيفا بانه يعتبر شاهدا على ماضي وحاضر مملكتنا الغالية اذ يعكس روح التعايش السلمي الحقيقي الذي كانت ولا زالت تتوارثه الاجيال المتعاقبة منذ تأسيس الدولة على ايد اجدادنا من اهل خليفة الكرام واشر الدكتور خالد الى انه منذ يومين فقط سجل جلالة الملك المفدى صفحة مضيئة في تاريخ التسامح والصفح والحكمة والانسانية منوها ان مثل هذه الخطوة في العفو والسماع تعد نبراسا نهتدي به لتعايشنا في المجتمع البحرني الفريد وذكر بان تاريخ التسامح والتعايش في المملكة لم ينح صرف الجانب الديني والمذهبي فحسب بل امتازت البحرين ايضا بقبولها وانفتاحها على الايدولوجيات الفكرية والاختلافات العرقية والثقافية وانها سباقة في ارسائها لجهود مساواة المرأة بالرجل والمنادى بكفالة الحقوق والحريات الانسانية من جانبها كدت سعادة السيدة بيتسي ماثي سنة ابو رئيس مجلس المناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بان اطلاق الاعلان جاء بعد مشوار متميز من العمل الدؤوب حيث يعتبر مشروع الاعلان هو ثاني مشروع بعد كرسي الملك حمد بن عيسى الخليفة لدراسات الحوار والسلام والتعايش بين الاديان وذلك في جامعة لازبينزا في روما الايطالية كما تضمن الحفل عرضا لوثيقة الاعلان ومضامينها وقد اعلن المركز عن اتاحة المنصة وعرض الوثيقة للتوقيع امام جمهور الزوار مستقبلا